يقول أيضا إذا فات المأمومة الرقوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والأربع السجدات فهل يجب عليه قضاء وما صفة ذلك؟ الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة ولا تدرك به الركعة إذا جئت والإمام يصلي صلاة الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية فالركوع الثاني هذا لا يعتد به ولا تدرك به الركعة ولكن تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة فإذا سلم الإمام أنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين